شلون أعرف هذا الشيخ يعني دا تقول مبين هذا الشيخ ومطيح حقها للزي واللبسة احنا نعرف نعرف البيوت حسنا تريد قلت لك الآن كلام بيوتات البيوتات العراقية نعم وليست بيوت يعني وهذه البيوتات محفوظة برعاية إلهية لذلك يكون مثلا يقول البخة يضعف بس ويموت حين بيت افلان بيت افلان معرفها بعشائرنن اللي موجودة ومعدودة معرفها على مستوى العراق كله أستاذ حيدر جاء وكتب الحمولة بتعرف هاي المواضيع اما اليوم تدي كثرة يعني ناس شو قد طلعت هذي الفيروسات فيروسات الحقيقة هي بتبت تسعينيات شونو سميتها؟ نسميناها الشوق التسعيفي حينها اي نعم وبعدها الآن صراحة بصدح فيروسات الشيخ يعني اخل زي هذا الشيخ لكنه كل يعني نقول عليها الأصالة والطيبة والإنسانية والمروءة والكرم اللي موجود عدي الشيخ الحقيقي لا توجد عن هذا الشخص شونو اللي قدموا هما؟ وأخطر شي بيها هي قضية المساومة شونو اللي قدموا هما فيروسات الشيخ؟ شي قدمون هما يعني يشترون من عندك المشكلة مشترة وفي سبيل أنه أنا أسميها سبحان الله ما في يوم طلع من لساني كلمة الأمال يعني أسميها الدناءة يعني على دناءة وتعرف جنابك عندما كانت بيوتات خاصة في العاصمة بغداد مع كل أسف يستغلون يكتبوا على البيت مكتوب عشائريا أو مطلوب عشائريا أو مطلوب دم أو كذا من الحماية ما يساونها في سامة ساحلات هذا واحد استاذه ما أعرف عشائريا؟ لا لا يعني مكتوب هذا البيت مطلوب دم هذا البيت مطلوب كذا ما موجود لا 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 تعتقد ابن حمولة الصحية من صفحة ابن حمولة نعم ياس kalau ممكن سأقدر اصيب ابن حمولة كسأقدر نصلي الشيخ الشيخ قالت 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 ان الشيخ ورطل الاهوية همال الزين وقالت قالت قالت الشيخ ولي مجداني الشيخ ابن حمولة ممكن لو غير اصيب ابن حمولة لكن يخاف على اسمه التاريخي هاي بيوتات لا اعتقد ابن حمولة يتصرف هذه التصرفات ابدا من سبب السحيدات واثنيا اي مشكلة بتكون يعني ما بين عشيرتين موجودين أولاد الحمايد الصحيح المشايخ الصحيحة موجودين تحل المشكلة ولا تتجاوز عن 60 دقيقة دامنا نحشيها ساعة تحل المشكلة كلها مهما تكون هذه المشكلة بيها أكثر من قاتل بيها أكثر من مجنع عليه هاي بند الحمايد أما يعني المشكلة تسميها المعقدة اللي تأخذ أربع خمس ساعات ويقول من الصيحون يذبون تشوادر على الناس والتهديد وكذا لا ذوالا مو بند الحمايد الصحيحة يعني أضغن على المقاطعة شيخ يمكن في بعض الأحيان نسمع يقولون أكو الشيوخ يطلعون بفلوس يأجرونهم تأجير من هذولة؟ سمتكاد هذول فيروسات سامع بيهم؟ شلو ما سامع بيهم شايفينهم ونعرفهم ذولة يحاسبهم القانون؟ يفترض يعني أن ذاك اليوم أحد اللقاءات كانت حقيقة بالعراقية أي نعم كان معاي في حين يمكن أصور متحدث أسول عشان ومتحدث ما هذا بيسم دولات داخلية نعم يعني قلت يفترض يفترض على الدعاء العام أن يحرك شكه من يمة كيف؟ يعني أنت تلاحظ على على الفيس على المواقع يعني التواصل نعم يطلعون وأسلحتهم بكيسياتهم ووجه بكشوف وحن نقول لك أنا فلان وكذا يجعل بيت الفلاني ما موجود هذا بالقانون يفترض الدعاء العام يفترض الداخلية زين تحرك دعوة عليه وهذه الدعوة كاملة كل أركانها ما يحتاج أن تقيم دعوة يعني كمشتكي ولا يحتاج أن تجيب الشهود ولا يحتاج أن تترافع ولا أبد المفروض الحق العام سواء كان دعاء العام أو وزارة الداخلية تنتخل إجراء بهالي الناس زين مثل ما تخلوا إجراء بهالي السامون المحتوى الهابط نعم قطعوا من عنده لو ما قطعوا من عنده لكن حقيقة أيضا كان دور كبير بعدها للداخلية أكو محتوى هابط من ناحية الشيوخ أكو محتوى هابط لا محتوى هابط هذا حي الشباب لا لا أنا أقصدها كل الأفعال اللي نقصدها بالمحتوى الهابط هي أكو أفعال بكل المجالات أي تصرف إذا وصفتهم بالفيروسات ظل يعتبرهم محتوى هابط أي تصرف خارج المنطق والبألوف فيعتبر محتوى هابط نعم